فاز مشروع فرز المخلفات من المنبع بالمركز الأول عن محافظة البحيرة ضمن المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ويقوم المشروع على استقبال المخلفات البلدية بجميع أنواعها من المواطنين بمقابل مادية في المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر فاز مشروع فرز المخلفات من المنبع بالمركز الأول عن محافظة البحيرة فئة المشروعات المحلية حياة كريمة المشروع يقوم على استقبال المخلفات البلدية بجميع أنواعها من المواطنين بمقابل مادي حيث يتم فرض المخلفات من المنبع عن طريق الأسر المصرية وتسليم المفروزات إلى وحدة الفرز مشروعنا عبارة عن وحدة مصنوعة من المعدن وتعمل بالطاقة الشمسية عن طريق الإضاءة والتهوية وبها وحدة سعافات أولية وبها أيضا وحدة مكافحة الحشرات وبها مجموعة من الصناديق وعادة اثنين عمال تقوم الأسرة بفرز هذه المخلفات من المنزل وتسليمها للوحدة بمقابل مادي ويقوم الوحدة أيضا باستقبال المخلفات الغير مفروزة أيضا من المواطنين وفرزها فرز سريع ومباشر في الوحدة نفسها وتقوم الوحدة بالمشروع بتسليم المفروزات إلى مصانع تدوير المخلفات لإعادة تصنيعها مرة أخرى كما يوفر الأسمدة الطبيعية والمواد الخامة للمصانع المتخصصة في المجال إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب كما يقلل مشروع من المقالب العشوائية وتراكم القمامة بالشوارع وعلى المجار المائية إحنا بيجينا نعمل المواطنين أول واحد بيجي بالكيس بتاعه وبينفريز له الكيس وبينطلع له حب تحطه على جنب ونكتب اسمه ونعمل له بون عايز فلوس بيأخذ فلوس آخر الشهر مش عايز فلوس بيأخذ سلع تمونية من البقال ووفقا لمحافظة البحيرة فإن معدل القمامة في المحافظة يصل إلى أربعة ألاف وخمسمائة طن يوميا مما يستلزم أسطولا كبيرا من معدات النظافة في حين أن رفع كفاءة منظومة التجميع من المنبع يؤثر بالإيجاب على منظومة تجميع القمامة بالكامل ترجمة نانسي قنقر